السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في سلسلة شيوات أم نيضال نقطع عليكم اليوم وصفة سلاطة سهلة بالروس بسماتي في المقادر نحتاج الروس بسماتي ملون اللي نسلقه في الماء والملحة ونصفه ونخليه يبرد نحتاج الخص اللي نقصله ونقطعه نحتاج الجزر اللي نقطعه شكل جوليان نحتاج الطماطم اللي نقطعه ونقطعه مربعات نحتاج أيضا الجبن الأحمر اللي نقطعه مربعات نحتاج الحبات الثوراء المعلبة وفي السلسلة نحتاج السلسلة المايونيز ونرى طريقة تحضر إذن طريقة كنناخدو الروز اللي كنديرو في شئينا غرق وكنندفو ليه المكمينة الأخرى دونك قاديندفو ليه الجبن الأحمر ثم قاديندفو مايس الدورة طماطم ونضيفو السلسلة المايونيز هنا هذي سلسلة محضرة في البيت لكننا استعملنا اللي كتبع دونك نزيد شوية العسير الحام دون ملح والبزار ثم نخلطو هذي المكوينات ال�owią كندوق آخر نخلطة الخايزو Hawk نهي نقدم السلس Ceعir كندوق منخل Ask ونضيفو الجوانب مزيان جد هذا سأخذ زليفة التي نضع فيها تخليط الروز نحاول أن نضغط عليها مزيدا لكي تتمسك المقونات مع بعضها سأخذ زليفة الروز ونقلبها في طبق جزر ونزينها بالجوب من الفوق ونطلقها لكي نرى الشكل نهائي لكي نرى الشكل نهائي لكي نرى بسيطة وسهلة لا تأخذ الوقت بزاف لكي نرى شكلها جيدة وطبعا نضغط المكونات إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة لكي تصلوا بجديد وصفاتي لا تنسونيش من تجاعتكم وتعليقاتكم وبصحة والراحة